بسم الله الرحمن الرحيم اه مقترح الدرداشة اليوم اه سببها جات من فكرة ان اه اه مع هذه الاحداث والوقائع احداث تركية والاحداث المصرية اه بدأ الناس اه في حالة من اليأس والغب او الاحباط اه يبدأ الكلام لشعب المصري طبيعة انه شعب خانع مسلا اه اقولك الشعب السوداني اه هو شعب كسول اه او يقول ان المنطقة العربية يعني اه ما شاهدتش اي حركة او نهضة فيبدأ اه استعمال التاريخ لتأكيد الاحباط يعني الانطلاق من وقاع تاريخية لم تثبت او حتى ثبتت عشان يبرر الواقع الموجود فتملي يعني القائد الفاشل او صاحب المشاريع المتهاوي اه غالبا في منطقتنا لا يتهم نفسه لكن بيرحل الفشل الى الاخرين فجاءت الفكرة من هنا انه اه هل فعلا لو في مجتمع موصوف بشيء من بعض الصفات السيكولوجية في تركيبته هل هذا مدعا للقعود ام فرصة اه للعمل فبعد احداث تركية اه وجدت انا شخصيا ورصدت مبلغة ضخمة جدا و اه يعني اطراء ضخمة على الشعب التركي العظيم الذي وقف ام الدبابات الشعب التركي البطل الشعب التركي الواعي طبعا لا شك ان ما حدث كان جزء من المعادلة نزول الشعب ومشاركته في ضحر الانقلاب كان جزء من او سبب من الاسبال النجاح وفي نظري اه قد يعدوا سببا اه جزئيا ليس سببا رئيسيا لكن وجود خطة وجود اجهزة سيادية بتواجه وجود قوات الداخلية الى اخره فالفكرة ان اه ارجاع الهزيمة اه او انضحر اه الانقلاب في تركيا لعظمة الشعب واحده اه امر فيهم بلغة وان كان امرا مقبولا ماشي ممكن كمصري او واحد شاف لكن استخدام هذه اه هذا الحدث اللي هو يعتبر تجربة نكحة اه ان يبدأ بعض المعارضين او يعني اصحاب خيار الثورة في مصر انه يصف الشعب المصري بالسلبي والخانع وان الشعب لم يضحي اعتقد هذا فيه تجني حقيقي هذا الامر قد نقل لسؤال حتى سيدة لو افترضنا ان شعب من الشعوب او سين من الاشخاص تركبته اه في نظرك انها غير ايجابية هل لا يمكن ان ننقل اه هذا الشعب او هذه المجموعة الى الانتقال للمربع رقم واحد او مربع رقم اتنين في سلوك الحضاري فصراحة كثير من التجارب والشعوب اه كان لها طبيعة سيكولوجية حين كانت ضد التنمية وضد اه التقدم لكن عندما توفرت خطة استراتيجية اه مضيئة ورؤية ثاقبة وروح جديدة في هذا المجتمع تم التحرك بهذا المجتمع الى المستقبل والى الفضاء الواسع ونشوف الان مجموعة من النمازج وعشان نأكد اني وجود خطة ورؤية واستراتيجية هي اول خطوات اه التحرك نحو الامر لكن اعتقد من مهم الاول يعني اقول لكم انا اقصد ايه بالاستراتيجية واقصد ايه بالتاريخ يعني انا اقصد بالاستراتيجية وجود اه خطة كلية اه لها سخف زمني اه لها رؤية واضحة اه تستخدم الوسائل لانجاز هدف محدد فمثلا لو مصنع من المصانع عاوز يحتل مصنع من مصنع الاغذية عاوز يكون رقم واحد مثلا في دولة زي مصر في انتاج البسكويت فاكيد لقوا خطوات ضخمة جدا لها علاقة بالاعلام والمنتج والعمالة والمصنع لكن الهدف اه الهدف عنده بيكون واضح لو اه دولة عندها رؤية المجتمعها انها تحقق مثلا معدل تنمية اثنين في المية تلاتة في المية اكيد محتاجة الخطة ورؤية اه تنجح في هذه الخطة طبعا ماذا اخصب بالتاريخ طبعا التاريخ الامانة افصار الفطار وفي جزءين في جزء اللي هو معني بزيء وقاع التاريخية وتدوينها وتسجيلها دون دون الدخول في تفاصيلها وفي قسم تاني اعمق فلسفة التاريخ هو الذي هو الذي معني ليس بما حصل ولكن بالجابة على سؤال لماذا هذا حصل فانت عندك الان مستويين من التاريخ مستوى تاريخ معني بالوقاع مثلا ما نقول والله معركة المصريين مع الاسرائيليين في حرب سلس من اكتوبر الى عاشر من رمضان سنة الف سعمية ثلاثة وسبعين هذا نوع من التاريخ بسمى التاريخ الطبيعي بيهتم بذكر الوقاع في تاريخها قد نجد تاريخ عسكري اخر يبدأ السؤال لماذا انتصر المصريون في حرب اكتوبر سنة الف سعمية ثلاثة وسبعين هذا نوع اخر من التاريخ هو احيانا يحتك بفلسفة وباسبابها فاذا الاستراتيجية هي خطة كلية لها مساقات زمنية ووسائل متعددة لانجاز هدف محدد منتفق عليه مع مجموعة او شركة او فئة او مجتمع من الناس التاريخ عندك وقاع تاريخية او تاريخ تفسيري لما حدث غالبا بيجنح المستبدين واصحاب ثقافة الخنوع وتسكين الاوضاع اني والله ولك مثلا الشعب الفلاني صفته انه لا يعمل الشعب العلاني صفته انه يحب العنف يعني مثلا وصف الشعب العراقي بانه شعب ساقط في الفتنة ويبدأ الترويج ان الفتنة قالت انني مغادرة فقالوا له الى اين قالت الى العراق الخنوع قال انه مغادر قال انه مغادر الى مصر يبدأ مثلا الكلام على ان مثلا الشعب المصري كما تقول بعض الروايات حكامها جلب وهي لمن غلب اللي جوزهم يقول له يعمي هذه الروايات التاريخية التي تصف التاريخ الشعوب بالتخلف او السكون او الى غيره هي روايات موجهة تستهدف تسكين حالة معينة من الحالات السياسية او الحالة الثقافية طب هنا السؤال ما هو دور الذي يطمح بالتغيير اذا كان منطلق من هذه السيكولوجية لشعب من الشعوب تعالوا نشوف النماذج التي لو استجابت لرواية التاريخ لما صنع شيئا في دنيا الناس ولا في واقع الحياة اول نموذج عند المسلمين له مكان خاص النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع طبقي الى ابعد الحدود في مكة عقائد مختلطة بشكل بشع جدا علاقات اجتماعية مضطاربة مجتمع قائم على الغزو وعلى السلب وعلى ان يقتل بعضهم بعضا مجتمع وصل لدرجة كبيرة جدا من الحلال الخوخي كما كنا نعرف ايضا من الظلم الاجتماعي والطبقي مستوى ضخم جدا مجتمع مقسم لعبيد وسادة وخدم مجتمع يعني بالنسب ولا يعتني بالكرامة في الواقع التاريخي بيقول ان هذا المجتمع بنظر الان بقى بتوع اليائسين وجماعة بتوع يعني نشر الاحباط واليائسين ما لا يصبح اصلا يتلقى الرسالة سماوية لكن وجود نبي عليه الصلاة والسلام وتلقيه الوحي عليه الصلاة والسلام وبمثابة الفكرة الوعدة التي نقلت المجتمع من الظلم الى المساواة ومن القهر الى الحرية ومن الجاهل الى اقرأ توفرت رؤية جديدة على يد محمد صلى الله عليه وسلم نجح بهذه الرؤية سابقا نسميها استراتيجية نسميها دين لكن افكار جديدة واعدة متجاوزا للواقع نجحت في تجاوز هذا المجتمع والنجاح النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية في مشروعه في بعث الحياة في هذه الفئة او هذه المنطقة الصحراوية الى المدى الذي وصل ان هذه الجماعة الصحراوية البدوية نحت في تقديد امبراطوريتين كبيرتين فارس والروم وكما تعلمون بانتشار الاسلام بفضل خيالة العرب الذين خرجوا من المجتمع مكة فاذا وجود الرؤية والاستراتيجية والمنظور الجديد والافكار الوعيدة نجحت في تحريك السواكن وتحريك الجبال في مجتمع كانوا شبه راكد في المنظور الحضاري طيب دي كانت تجربة الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول بعض الناس ده عم ده نبي انت هقرن بنبي عنده وحي ويوحى اليه طيب تعال نشوف نماذج بشر عاديين لا يوحى اليهم وقد يكون غير مسلمين ولكنها ممتلك حلم وواعد ورؤية وعيدة متجاوزة لقائق التاريخ حتى مش التاريخ اللي احنا نظن فيه انه وقاع مبتورة تعال نشوف النموذج الصين يعني الحكم ان الصين وقمة العشرين تعال نشوف الجماعة دول مثلا من خمسين سنة كيف كان حلهم ووضعهم في هذه المنطقة الصين قبل موستونغ قبل 1949 محتلة من تسع دول الشعب كان يتعطى المخدرات في الشوارع وكان مفروض عليه ان يبيع المخدرات وفق التفاقية الانجليزية احتلال ياباني ثم كان الحقيقة الاضخب من كده ان شعب مريض جدا بالعمى الرمض الحضيبي متصاب بالعمى اسرة مالكة ضرب فيها الفساد مجاعات متولية على شعب فقير جدا يقايم على اكل الرز فكان عندما يضرب الموسم يموت ملايين الناس في هذا القطاع الكبير في هذا الضباب الضخم وفي هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية خرج لهم شخص مختلف عن كل البقين قال يمكن للصين ان تعبر نحو المستقبل وتبنى في اول الامر مكانا متاح تبنى النظرية الاشتراكية القائمة على شعار يا عمال العالم التحد او ان التغيير يبدأ في شريحة العمال حاول من خدر العمال قتل عدد ضخم جدا من جنوده فقرر ان يتوقف عن العمل حتى لاستضم بالحقائط ان خلاص الخطة الرقم واحد ما نفعتش طيب هل يبدأ بقى الكلام ان هذا الشعب الصين الخانع الشعب اللي يستحق التضحية شعب اللي يستحق العمل هذا شعب اثنين عمرنا من اجله يعني انا اتعجب الان من بعض الناس الذين فشل بعض مشروعهم بدرجة ما فيقولك يعني انا لن اعود لمصر واسأل الله عليها سافلها وهؤلاء الناس لا يستحقون العمل من اجلهم اعتقد دي نفسية طفولية لا علاقة لها بالقيادة ولا بانضاج مستقبل وعد لبلد زي مصر فاذا ماو نرجع لقصتنا ماو بعد ما فشل في الطالع الاولى حكاية انه يتعامل مع العمال الصينيين وجد ان المجتمع الاصلي في انهم فلاحين كان شريحة العمال ضئيلة جدا لا تقارن بالكسواد الاعظم من الفلاحين الصينيين فنقل شعاره الى شعار جديد بدل يعمل عالم اتحده الى شعار الثورة تبدأ في حقول الارز وبدأ في تثور الفلاحين وكون كما تعرفون جميعا جيشه سمى جيش الحفاق هو من الفلاحين وخاض هذه المعركة ضخمة جدا نجح في تحرير الصين من الاحتلال ونجح في وضع الصين على الاقل على مصاف النهضة فاذا ان التجربة الصينية بتقول ان الاستراتيجية اقوى من التاريخ كان يقول الواقع ان هذا شعب محتل من تسع دول من المخدرات ليس له امد ولا طموح لا يرقى الى ان يكون شعب متحضر وشعب فلاحين ولكن ولدت هذه الشخصية بهذه الرؤية الجديدة بوسيلة جديدة بتثوير الفلاحين وطبعا تغيير هذه الخطة وترك العمال كلفه كثيرا فصلا من حزب الشيوع وضيق عليه لكن في النهاية يظل ملهم التجربة الصينية طيب فكده بنأكد ان وجود استراتيجية ورؤية هي اقوى حقيقة من حقاق الجغرافية ووقاع التاريخ يمكن ان اذا توفرت ان نبحر في اتجاه المستقبل اعتقد لو اخذنا نموذج اخر من نموذج ماليزيا يعني ماليزيا قبل ستين سنة من الان الغالبية العظمة من شعب الماليزي هما من الملاوي حتى كتب عنه ماتير محمد معضلة الملاوي ان هؤلاء الناس بهذا الشكل بهذا الفقر لا يمكن لماليزيا ان تعبض المستقبل ولن نتغير الى اذا تغير العقل الماليزي الملاوي فئة غالبية كبيرة جدا تمتهن الزراعة اقلية صينية متحكمة في الاقتصاد واقلية هندية اخرى متحكمة في قطاع الخدمات دخلوا في حروب الى حد سنة 1964 احتلال ياباني سابق واحتلال بعده بريطاني ونظام ملكي غير قادر على احكام السيطرة الاف الجزر الشاسعة الممتدة في ماليزيا معدلات فقر وبطالة يعني مزرية يعني واقعيا كانت هذه الدول هي ادنى من الدول العربية في مؤشرات التنمية والاستقرار لكن عندما توفرت الرؤية التي لا تخضع لشائعات التاريخ ولا تستكين لبعض تحديات الجغرافية اكيد من الحضرين معنا يعني اعماد والشاب اللي زاروا ماليزيا انا بتكلموا عن تجربة بتدرس ويعني نموذك في التنمية والتحضر اعتقد صنع فريقا في الحالة الماليزية لو استجاب الحزب الحاكم او الناس او مهاتين محمد ومدرسته للوقائع التي استلموها في ماليزيا يعني كنت عندما التقناه مهاتين محمد احنا حاولنا مزرعين الرز إلى طيارين الآن الدولة الخليج الغالبية العظمى فيها هي لطيارين ماليزيين بحكم انهم تدربوا وانتقد الأمر إلى هذا المصار يعني فقلنا كده نموذك صيني بيأكد ان وقاع السراتيجي أقوى من التاريخ وايضا لنموذك الماليزي طيب العقد الإسلامي بيحب التاريخ الإسلامي تعاني تشوف نموذك حتى العسكري الإنجاز العسكري مثلا في فتح القسطنطيني كمرحلة تاريخية مهمة جدا كل المحاولات التي قابل محمد الفاتح بأدب الفشل تقريبا بتكلم في 150 أو 200 محاولة سابقة لمحمد الفاتح بدء عن سلمان القانوني ومراض الأول ومراض الثاني بدءا حتى من تاريخ سيدنا أبا يوب الأنصار كما يقال ندوف على أسوار القسطنطينية كل وقاعد تاريخ الجرفة بتقول إن هذه المدينة لا يمكن أن تهاجم وأنها مدينة محصنة وبالتالي عمل ريح دماغك ولا تعبش نفسك ولا تكرر للمكرر ويعني هذا الشعب اللي يصلح معه وشيء وهذا الشعب خانع من نزعات الفرعوني ومستكين ولا لم يتحرك لدرجة أن يعني ألتق بعض الناس الآن بدأوا يشكيكوا فإذن محمد الفاتح لو استجاب لما أشيع من التاريخ ما حاول وصنع على مسير الإبداعية في نقل السفن على الجبال ثم نزول إلى خارن الزهبي ونجح في فتح هذه المدينة أختم بنموذك بأكد فيه أن الاستراتيجية والرؤية الحالمة هي أقوى من الوقاع الموجود إذا توفرت وتجوزت منطق الكراهية والشماتة والنفسية الصغيرة أعتقد يمكن أي مجتمع في نظري وهذا من رحمة الله أن الإنسان كما عند المسيري رحمه الله يقول الإنسان أفضل ميزة في أنه عنده قدرة على التجاوز فإذا سحبت هذه القدرة على التجاوز أنت أصبحت أعتقد غير الإنسان الذي خلقاه الله لمهمة كبيرة يمكن أن تتجاوز الأخطاء التي توقع فيها الأسلاف النموذج الثاني إحنا كمصريين عندنا نموذج حرب أكتوبر كل الوقاع العسكرية مع الجيش الإسرائيلي بتقول أنه جيشه لا يقهر وكانت تروج أنه الجيش الذي لا يغلب كما تعلمون ويعني جيش يمتلك الزراع الطويلة الجوية والقوة العسكرية البرية صنع خطا كبقال الروس لا يمكن أن يعبر ويتم تفجيره إلا يحتاج إلى القبلة النموية لكن أعتقد توفر مجبوعة من النبيين العسكريين على رأسهم الفريق الشاز لرئيس الأركان في هذه اللحظة وغيره طبعا من المخلصين ووجدوا أنه يمكن بخطة جديدة ورؤية جديدة اعتمدت على إدخال الضباط العساكر المتعلمين وأهلات العليا في القوات المسلحة بدل الاعتماد على الذين لم ينالوا حظة من التعليم الاستفادة من وقاع 48 و 67 وبدأ كما تعلمون في وضع خطة واستراتيجية نجحت بدرجة كبيرة في اكتياز هذا الخط وإحراز نصر عسكري وإن كان جزئي لكن على الأقل هدم أسطورة جيش بيقول الوقاع التاريخ أنه لم يقهر في حياته وأنه نجح في هزيمة خمس دول في حرب 67 عاوز بس أن أعمل أعيد وزيد في القصة أني بحاول معاكم نغلب روح اليأس اللي يعني ضربت في أطنبها في كتير من الناس وأن روح الفشل ونقل الفشل إلى مجتمعاتنا واصمها بالسلبية والخنوة وعدم الحركة أعتقد الشعوب وعية جدا والقائد في نظره هو باقي على الأمل كما يقولون والقائد الذي يشكو من جنوده هو قائد فاشل أو ما تجد قائد يشتكو من جنوده عرف أنه قائد يعني كسبايرد فبالتالي الذي يصم الشعب بالسلبية أعتقد هو يشير إصبع الاتهام لنفسه أولا قبل أن يشير إلى الآخرين فأعتقد يعني دي ملخص الفكرة الليلة أحب أن أتكلم معاكم فيها أن الاستراتيجية والرؤية هي أقوى من وقاع التاريخ وأن وقاع التاريخ يمكن تجاوزها وأن حقاق الجغرافية يمكن استفادها منها لكن الخضوع للدعوة السلبية وفكرة السيكولوجية الشعوب وإلى آخره أعتقد دي وسيلة مهمة جدا للخصوم وموسيلة مهمة جدا للأعداء الذين لا يريدون خيرا للثورات العربية فأعتقد أن التحدي الأكبر في إبداع رؤية ورؤى حقيقية قادرة على إنقاذ الشعوب والإجابة التحديات أعتقد أشكركم على طيب المتابعة وصهرتكم معايا فالقال لو في حد عنده أسئلة أو شيء أنا ممكن أستفد منها إن شاء الله أو عاوز يعمل إضافة ما عرفش إزاي يعمل إضافة لكن الأسئلة على الأقل ممكن أقدر أشوفها أجاوب عليها طيب أشكركم على طيب المتابعة واليوم تناولنا في هذه الحلقة وعاية التسجيل سموك ما تشاءون إن إبداع استراتيجية ورؤية أمر مهم جدا ومن خلاله يمكن لمجتمعات أن تعبر لفضاء المستقبل رغم التحديات الكبيرة لكن يمكن أن نعبر إن شاء الله إذا ربنا أكرم هذا المجتمع بناس حالمين ظهروا المستقبل وعدوا أدواته وأعتقد المجتمعات العربية لم تبخل على كد المغيرين أو على كل الذين نقومون للتغيير بالمد البشري والدعم لكن بقى أن يجود الناس في هذا الأمر شكرا في رعاية الله السلام عليكم شكرا في رعاية الله